من جانبه يأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مستقبل الاقتصاد لدول المنطقة يواجه خطرا جراء التغيرات المناخية وخلال مشاركته في جلسة تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة ضمن فعليات قمة المناخ كاب 27 شدد رئيس الوزراء على أهمية الموارد المالية لمواجهة التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر التمويل هو الركيز الأساسي وكما قال كل ضيوف الموقعين التمويل هو الركيز الأساسي لإنفاذ الالتزام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وبصفة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وهذه يجب أن نناقش ونوبة حلول تلك القضايا ويشمل ذلك إيجاد توازن بين التكيف والتخفيف اشتركوا في القناة